طور أعداد غفيرة من المهتمين في مجال الإبحار الشراعي وبمشاركة واسعة لعدد من طواقم السفن الشراعية من مختلف دول العالم تشارك سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية نظيراتها السفنة في مهرجان إسبوع كيل وهو احتفال سنوي لمدة إسبوع حيث تجرى خلاله مجموعة سباقات للقوارب الشراعية وعدد من الفعاليات البحرية منذ رسول سفينة شباب عمان الثانية بمدينة كيل في جمهورة ألمانية الاتحادية وذلك ضمن مشاركتها بمهرجان إسبوع كيل البحري فتحت سفينة بوابها واستقبلت تميزين عن خمسة آلاف زائر الآن وذلك لتعريف الزوار بالمقاومات السياحية والثقافية التي تزخر بها السلطنة عمان وذلك من خلال المعارض والفعاليات الثقافية المقامة على ظهر السفينة فخور جدا بكوني هنا في شباب عمان الثانية وهي فرصة ممتازة للترويج لسلطنة عمان كمبعوث للسلام إلى العالم أجمع كما أنني سعيد جدا بوجود سفينة شباب عمان الثانية لأول مرة في ألمانيا وخصوصا في مدينة كيل حيث يعتبر مهرجان كيل البحري أبرز المهرجانات هنا في ألمانيا بكونه يستقطب ملايين الزوار السفينة فتحت أبوابها لآلاف الزوار مستقبلة يوميا أعدادا كبيرة من الزائرين من مختلف الجنسيات متعرفين على سلطنة عمان من خلال احتكاكهم بطاقم السفينة ومشاهدة ما تعرضه من معروضات تحكي قصة التاريخ العماني التليد وروعة حاضرها المشرق كما ضمت السفينة على سطحها معرضا للصور كل صورة تحكي قصة عراقة عمان الدولة والإنسان أنا هنا مع عائلتي في هذه السفينة بألمانيا وبكل صدق هي سفينة جميلة بكل تفاصيلها أحببت الصور الموجودة هنا وبالثقافة العمانية كذلك كل مرة أسبوع كيل يجمعنا معا كمهتمين بالسفن الشراعية وأنا أحببت هذه السفينة إنها سفينة جميلة وأنا عرفتها من خلال ما رأيت عنها من الصور سفينة البحرية السلطانية العمانية شباب عمان الثانية يقودها ربابينة مهرة حاملين على قمم صواريها تاريخا بحريا عريقا ومعرفين بحاضر عمان المشرق تحت ظل القيارة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه من مدينة كيل بجمهورية ألمانيا الاتحادية النقيب أحمد بن عبدالله الصبحي ترجمة نانسي قنقر